ده كلام مهم جداً لكن خلينا نشاطر الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي الأحزان وبنقدم له التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله والده الوليد كان سافر لبلده في المينيا للدفن ثم كان فيه تلقي العزاء مبارح في مسجد المشير طنطاوي في التجمع مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على تقديم واجب العزاء لكابتن وليد سليمان كابتن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة الكل كان حريص على تقديم واجب التعازي نجوم الكرة في النادي الأهلي القدامى والحاليين وأسرة قطاع الناشئين كلهم كانوا جنب الكابتن وليد سليمان لتقديم واجب العزاء الجميع كان حاضر الحقيقة نجوم الأهلي أنا شفت عدد كبير قوي من اللعيبة بتقدم له واجب العزاء وكان الكابتن الخطيب وأعضاء المجلس بقاوة دوام لله وليد إنسان جميل الحقيقة نجوم كتير أسرة الرياضة المصرية كلها شخصية مهزبة محبوبة كانت جنب وليد وأدي الأستاذ محمد الجرحي هتلاقي أعضاء مجلس إدارة حضروا اتباعا البقاوة دوام لله كل التعازي للكابتن وليد وأسرته وربنا يتغمد الفقيد بواسع رحمته يا رب ويلهم الأسرة الصبر والسلوان كابتن عماد متعب وحتلاقي كابتن حسام غالي تولى حضور الحياة نجوم الأهل وأصدقاء وليد وعضاء المجلس وكتير من أسرة الرياضة المصرية والإعلاميين الكل كان حريص على الحضور وتقديم العزاء قدل صائر أحمد حسن نجوم مصر الكبار والصغار يعني الحقيقة وليد محبوب وإنسان محترم ومهندس محمد سراج البقاوة دوام لله خلص التعازي للكابتن وليد وأسرته وربنا يتغمد الفقيد يا رب بواسع الرحمة الحياة يعني البعثة سافرت طبعا مبارح وحيبقى لنا كلام كتير عن المباراة